للأسف خبر محزن ومؤسف ما كنتش أتمنى أن أقوله لكن ده أصبح واقع منذ ساعات قليلة يعني صدر حكم بحبس ثلاثي لعب الزمالك الكابتن دونجا كابتن مصطفى شلبي ومدير الكرة كابتن عبدالواحد السيد إلى يوم 29 أكتوبر ونظر البحث في القضية إلى يوم 29 أكتوبر المنظر للأسف يعني مش منظر يليق بكرة المصرية النهاردة لعب الكرة أو المدرب أو البعثة الرياضية لما بتخرج من مصر أنت أصبحت سفير لكرة المصرية لازم النهاردة أنت بتمثلش نفسك بتمثل كيان كبير ودولة كبيرة اسمها مصر معانا دلوقتي ده محضر الجلسة اللي تم النهاردة تأجيل القضية إلى يوم 29 أكتوبر هنا الثلاثي عندنا مصطفى شلبي محمد علي وعبدالواحد السيد عبدالواحد سيد مسعود ونبيل عماد علي المهدي علي التهمة استعمال القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بنية حملة بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناء عنه ولم يبلغ بذلك مقصده هي دي التهمة الموجهة إلى الثلاثي مصطفى شلبي وعبدالواحد السيد ونبيل عماد دونجا عرض المتهمين جميعهم من محبسهم من مركز شرطة الشعبية وبسؤال المتهمين أنكاروا جميع التهم المسندة إليهم وحضر معهم المحامي محمد المرزوكي والمحامي عبدالله جمعة وطلب أجل للدفاع والسماح بالتصوير وتكفيل المتهمين لذلك قررت المحكمة لجلسة 9 أو 20 عشر أو 20 أربعة وعشرين للدفاع مع السماح بالتصوير ملف الدعوة مع استمرار حبس المتهمين يعني للأسف يعني الصورة دي ما كنتش أتمنى بجد أن احنا نوصل لها يعني لو كان مجلس إدارة نادي الزمالك من البداية من بداية المشكلة أقر بحدوث النهاردة في خطأ من لعبي نادي الزمالك والنهاردة كان طلع بيان ما كناش وصلنا لهذا الأمر النهاردة لما بتشوف في البطولات الكبيرة وإحنا روحنا قبل كده دولة الامرات في بطولة السوبر المصري وروحنا قبل كده في بطولة كأس العالم اللندية تنظيم رائع واستقبال رائع من كل الناس من أول واحد وافع على بوابة الاستاذ لما بتقعد في الكرسي بتاعك كل واحد عنده زن بتاعه بيقعد فيه في المنطقة المحددة ليه ما ينفعش تروح من مكان لمكان في مصر هنا في دخولنا الاستاذ ممكن بيتساهل الدنيا بيكون فيها الأمور سهلة لكن برا الأمور مشددة والقوانين بتطبق على الجميع علشان كده ما كنتش أتمنى نحنا نوصل لهذا الأمر وزي ما قلت الحضرات لعيب الكورة لعيب الكورة هو سفير لبلده في كل مكان متواجد فيه لازم أخلاقه لازم سلوكياته لازم مظهره سواء برا الملعب أو برا الملعب ده كان شيء مهم